أنا عندي برضو جزئية مهمة أوي مش كتير اتكلم فيها وهي خاصة به قائمة الإصابات قائمة الإصابات إحنا بفترة من الفترات وهنا أنا بالتحديد عايز أتكلم على الجهاز الطبي يعني في النادي الأكل فترة من الفترات كان عندنا تقريباً السنة الفاتحة اللي تفتكروا لعبنا الزمالك وكسلنا الثاني واحد وإحنا نقصين 11 لعيب أساسي بما فيهم الشناء والحجس المرمو 11 لعيب أساسي وكسلنا الزمالك الثاني واحد فالسلبية هنا كتفين في عدد الإصابات الكبيرة لكن المجهود الكبير اللي بيحصل من جهاز الطبي ولازم نأكد على الجزئية دي والشغل الاحترافي المميز أدى أدى لإيه دلوقتي إن انتبقت تقريباً قائمتك خالية من الإصابات ما فيش دلوقتي غير مساء علي لطفي عنده قدمة بسيطة كان مبسيطة في الرجبة يقدر يرجع يعني موضوع مش صعب موضوع بسيط جداً أيام ويبقى موجود يعني إن لم يشارك في تدريبات الغد يعني فريق النهاردة أجازة عندك مين تيني صلاح محسن رجع متولي رجع وبقى جاهز فتقريباً قايمة ما فيش حد خالص ما شاء الله لكوة إلا بالله يعني ربنا يحمي الجميع من الإصابات كل الأندية بالنسبة للأهل بس فده إن دال يدل على إيه يدل إن انت بقى عندك جهاز طبي ممتاز بيعرف إزاي يتعامل مع الإصابات بيعرف إزاي يعالج يشخص الأول صح ويعالج صح يحط البرنامج لعلاج الكل لعب في جانب بقى تاني تأهيدي برضو ماشيين بشكل مميز لكن بالتحديد بركز على الجهاز الطبي لأن كان دايماً الناس عندها عدم ثقة في الجهاز الطبي للنادي الأهلي على مدار مراحل كتير فاتت لكن جي الوقت إن إحنا نحط ثقاتنا بشكل كبير فأعضاء الجهاز الطبي في النادي الأهلي لأن بصراحة عاملين شغل محترم وده بيقدي لإيه؟ بيقدي إن انت بتخلي القايمة بتبقى متكاملة فبالتالي المدرب يبقى عنده خيارات عديدة يقدر يتحرك من خلالها في التشكيل في طرق اللعب فبالتالي تقدر تحقق الناتج المطلوب فده برضو جزئية واجب الإشادة بصراحة بالجهاز الطبي في النادي الأهلي والكل في الحقيقة بيقوم بدوره والكل ماشي بشكل مميز جدا